استلمت الحكومة في بغداد من الانتربول وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني المدام بقضايا فساد والمنتمي إلى حزب الدعوة برئاسة نور المالكي ليحتفل موظف مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي بذلك على اعتبار أنه أول إنجاز بملف محاربة الفساد إضافة إلى كونها هدية قدمت على طبق من ذهب لدفع الدعاية الانتخابية للرجل قدما بعد الانتكاسات التي تعرض لها في تحالفه المسمى النصر لكن ليس كل ما يلمع ذهبا يقول مراقبون أو ربما عارفون ببعض الخفايا لعدة أسباب الأول وجود احتمال بتدخل حزب الدعوة نفسه لحماية السودان في ظل ما صار معروفا من أنه لم يعمل لحسابه الشخصي بل ذهب الثمار الصفقات الفاسدة إلى حزبه حين كان وزيرا للتجارة والمسؤول عن تسليم الملايين من العراقيين حصصا شهرية من المواد الغذائية وثانيا لوجود أسرار يعرفها الرجل قد تتجاوز الحزب لتصل إلى طبيعة صلته بإيران المتهمة بتصدير بضائع غير صالحة للاستهلاك البشري ضمن الصفقات التي عقدها السوداني أما أخيرا فيخشى نشطاء أن تصدق التسريبات التي تشير إلى أن السوداني لم يسلم نفسه إلى السلطات اللبنانية التي سلمته بدورها إلى الانتربول إلا بعدما ضمن شموله بقانون العفو العام في بغداد الذي أقره البرلمان حيث يجيز هذا القانون للمدانين بقضايا فساد دفع تعويضات مالية للدولة توازي المبالغ التي اتهموا بإهدارها أو إساءة التصرف فيها لقاء حريتهم ما يتيح له الترشح لانتخابات البرلمان لو أراد ذلك لكن ليست كل جعجعة قد تنتج طحينا أي ما كل ما يقال يطبقه فالانتخابات اقتربت والشعارات انطلقت هذا ما يستشف من كلام قاض بهيئة النزاهة عن نية الحكومة تجميد عدد من ملفات الفساد الكبيرة التي وعد العباد في وقت سابق بفتحها وإحالة المتورطين فيها للقضاء لما بعد الانتخابات ومن بينها ملفات الكهرباء وصفقة السلاح الروسية والمدارس الإيرانية الجاهزة ومجمعة كربلاء والبصرة السكنية فضلا عن ملف البطاقة الغذائية الشهرية للمواطنين ومزاد الدولار في البنك المركزي وعدادات نفط البصرة وتهريب النفط وعلاج عناصر القوات الحكومية في الخارج فللتجميد ربما علاقة بإعادة ترتيب التحالفات الانتخابية